السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو او في هذا التسجيل حابب اوضح لكم بس ايش المطلوب بخصوص المشروع والتقرير الاول اللي هو requirements document طبعا زي ما كنت اذا كنت ذاكرين ان شاء الله متذكرين احنا في البداية الفصل اتفقنا انه كل مجموعة من المجموعات اللي تقسمت حسب ما انتم يعني اخترتوا بعض انه تشتغل على مشروع معين واتفقنا انه كل مجموعات تعد ثلاث امور للمشروع الجزء الاول او المطلوب الاول كان هو requirements document اللي هو احنا شغالين عليه خلال هذا الاسبوع حتى البداية الاسبوع المقبل وبعدها راح يكون في مطلوب من كل مجموعة تقدم لنا design report وفي الاخر اخر الفصل راح يكون مع كل مجموعة implementation لان انا هذا الاسبوع الاسبوع الماضي والاسبوع الحالي اخترت ان يكون التقارير المطلوبة للمشروع بعدها ان شاء الله راح اعطيكم اسبوعين من assignments عبارة عن اسئلة من اسئلة الكتاب يعني من نهاية نهاية شابتر 4 راح يكون سؤال او سؤالين من اسئلة الكتاب وفي شابتر 5 راح يكون سؤال او سؤالين من اسئلة الكتاب الان بالنسبة المطلوب في الدكومنت طبعا كان هو المفروض نسلمه كل التقرير ولكن بناء على طلب مجموعة من زملائكم انه ما لحقوا خلصوا وانا بقدر الظرف لانه احنا كلاتنا عايشين ضرف يعني ربه ان شاء الله يسلم الجميع ويعدي هالأزمة على خير انه صعب صعوبة الالتقاء وصعوبة التنظيم للاجتماعات والتواصل والاتصال وهذا الامر يعني معروف لدى الجميع وانا بقدره عشان هيك يعني قسمت الاساينمنت لجزئين جزء سلمونية هذا الاسبوع حتى يوم الثلاثاء والجزء المتبكى والتقرير كامل ليوم الاثنين القادم الان الامور اللي بدي اوضحها الان اول شيء بالنسبة للتقارير تعادكم انا بتمنى انه حتى يكون سهولة القراءة وسهولة المراجعة من قبل الى هاي التقارير بدنا نقول الكل يلتزم بنفس التنسيك من حيث شكل التقرير وشكل انواع الخطوط وحجم الخط وما الى ذلك من الامور ففي الاساينمنت انا كتبت لكم في البداية انه استخداموا الفنت تايمز نورومان أو أريل حجم الخط 12 للتكست للنصوص وحجم الخط 14 للعناوين الرئيسية والعناوين الرئيسية ممكن تعملوها بولد فيس لان اول ورقة في التقرير اللي هي الكبر بيج بد يكون عليها هيك بتوسيط اللي هو البروجيك تايتل اسم المشروع تعكم وعضاء الفريق الموجودين في هذا المشروع كل واحد اسمه الكامل ورقم تسجيله في جنبه لان بعدها الصفحة اللي بعد الصفحة الاولى اللي هي بتكون تابل طبعاً كلكم تعرفوا شي عن التابل وف كونتنس التابل وف كونتنس اللي هو بيكون في الترقيم واحد اثنين ثلاثة أربعة لآخرة او شابتر وان شابتر تو شابتر ثري كل او سيكشن اي صفحة بيبدأ حتى يكون فيه سهولة في الوصول للمعلومات اللي موجودة في التقرير بتاعكم الجزء الثاني او شابتر الجزء الثاني اللي هو بداية التقرير بيبدأ في الانترودكشن الانترودكشن شو ايش اللي بدكم تكتبوه فيها يعني الانترودكشن لان انا التفصيل هون كتبته بس بدي اقرأه معكم معكم عشان يعني اذا فيه شي مش واضح او حدا مش فاهم ايش المطلوب يكون واضح للجميع هذا يجب ان تقرير الانترودكشن يعني لازم كل واحد فيكم يوضح ايش الاهمية تاعت المشروع ليش المشروع هذا اللي انت شغال عليه بتعتبر انه مهم كيف ممكن هذا المشروع يفيد او يحل مشكلة معينة يجب ان تقرير الانترودكشن ويجب ان تقرير كيف ستعمل مع الانترودكشن يعني بشكل عام ومختصر يعني بدك تحط وصف لوظيفة المشروع انه هذا المشروع بيعمل كذا وكذا وكيف ممكن هذا النظام يتفاعل او يتواصل مع او يشتغل بوجود انظمة اخرى يجب ان تقرير كيف ستعمل الانترودكشن او يجب ان تقرير الانترودكشن يعني الانترودكشن عارضة ممكن تكون صفحة صفحة ونص يعني اعتمد ما فيش لمت لعدد الكلمات او عدد الاسطر اللي ممكن تحطوهن ولكن في حدود صفحة صفحة ونص رح يكون كافي البند الثاني اللي هو الوزر ركويرمنت ديفنيشن الوزر ركويرمنت احنا شفنا في الشرح في شابتر اربعة ايش يعني وشفنا انه هي عبارة عن وصف عام لوظائف النظام من وجهة نظر المستخدمين هنا تقرير الوزر ركويرمنت يعني يبلك توصف شو الخدمات اللي النظام بيقدمها المستخدمين الانترودكشن 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 يجب ان تقرير في هذه المساعدة لازم تحكي برضو عن الانترودكشن الانترودكشن المتطلبات الغير وظيفية زي البرفورمانس اذا كان فيه اشو في المشروع بتاعكم الافيشنس الريليابلتي السيكوريتي وما الى ذلك من نونفنكشن الريكويرمنت طبعا مختلفة هذه اولويات هوا عفوا هاي كحة عادية بشكحة كورونا الحمد لله فهاي بنا نحط هون بشكل يعني خلينا نحكي يعني ليكون للقارئ عارف انه انت كمطور لنظام عارف انه هاي الفيتشورز مهمة وليش مهمة يعني هذا الفريق بقول انه انا في المشروع انه السيكوريتي نونفنكشن الريكويرمنت اولويه عليا ليش للأسباب التالية هذا الفريق بقول انه البرفورمانس في المشروع انه الاولويه اولويه اكتر اشي ليش بده يوضح الريليابلتي كيف انت بدك الريليابلتي تفكر فيها في المشروع هذا الفريق يمكن تستخدم النصوص اللغوية ممكن تستخدم دياغرام يعني الدياغرام هون ممكن تستخدمه UML use case دياغرام للتحبير عن وظائف النظام او اخرى نتيش تستخدم او اي طريقة اخرى تعتقد انه القارئ او المستخدم رح يفهمها product and process standards that must be followed should be specified يعني اذا هون رح تستخدم بعض standards المرتبطة بجودة الانظمة او processes يعني مثلا ممكن واحد يتحدث انه احنا هون رح نتبع waterfall process model او رح نمشي حسب agile methods for software engineering او كيف الابروح رح تستخدمه طبعا لا يكفي هون بس تستخدم هذا الابروح او اتبع هذه الابروح process model لازم توضح لنا شوية ليش يعني واحد يكون اشتغل agile الامور طبعا احنا بنعرف software engineering يعني software process models المختلفة يعني كل واحد في مزايا وعيوب ونقاط قوة ونقاط ضعف فلما انا بدي استخدم واحد يكون بناء نقاط القوة المتلائمة والمتناسبة مع طبيعة المشروع اللي شغال فبدك تفسر انت وتبين هون ليش انت استخدمت هذا process model او اتبعت هذا standard بناء على اي سبب او اي اسبب هذا الحد هون اللي بلكم تسلمون اياه حتى يوم الثلاثة طبعا اذا في ناس اشتغلوا كل المطلوب يعني من بداية اسبوع وجاهز عندهم كل لا ضاير انهم يسلموا مرة واحدة والاسبوع الجاي يكون مظيفتهم يعملوا اعادة مراجعة وتنقيح اضافة ورد يسلموا مرة ثانية لان بما انه طلبنا من الجميع وكسمنا الجميع على اسبوعين فالكل اكتسب هذا الحق الامر الثالث اللي هو السيستم اركيتكتش هذا يجب تظهر تظهر الانتسيبات الاركتكتش showing the distribution of functions across system modules architectural components that are reused should be highlighted يعني هون بحكين لانه هذا التشابتر لازم انت تحط في يعني الكمبونت system components الاجزاء المكونة للنظام وكيف الوظائف اللي النظام بدو يقدمها رح تتوزع على هذه الكمبونت الكمبونت التي تستخدمها يجب أن يكون تظهر يعني هون بحكين اذا عندك components جاهزة سيعاد استخدامها يعني ليس انت اللي رح تطورها بدك تحدد انه انا في النظام تاعي رح يكون في component كذا وكذا 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 هذا مش ان رح اطور وعيد جاهز بس رح ادمج مع النظام تاعي وعيد استخدامه اوكي الشابتر اللي بعده System Requirements Specification احنا حكينا في شابتر 4 شو Requirements Definition و Requirements Specification هنا Requirements Specification رح يكون وصف تفصيلي لل Requirements Definition اللي هون حكينا عنها يعني كل requirement بنوضح بشكل تفصيلي نعمل specification الها كل steps وفي مثال في شابتر 4 يبين ايش الفرق بين Requirements Definition و Requirements Specification فانت بدك تعمل Requirements Specification لكل requirements اللي موجودة في النظام عندك اوكي 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 تحكي عنهم بتفاصيل اكثر هون تضيف تفاصيل على لا ضيرة في ذلك Interfaces to other systems may be defined وممكن هنا تحكي عن اذا النظام سيكون مربوط مع انظمة اخرى ايش الانترفيس كيف طبيعة الانترفيس اللي تربط الانظمة نظام مع الانظمة الخارجية هذه الشابتر البعد system models this might include graphical system models showing the relationships between the system components and the system and its environment system models architectural components diagram and components 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 وتربطها مع بعض وكيف إذا فيه السيستم مربوط مع أنظمة خارجية كيف أشياء الأنظمة الخارجية المربوط معها. آخر سيكشن أو آخر شابتر في الريبورت رح يكون السيستم إفوليوشن. طبعا حكينا عن الموضوع هذا الإفوليوشن إحنا سابقا. الإفوليوشن مقصود فيها أنه كيف النظام رح يتطور بعد ما نعمله ريليس بعد ما يشتغل في بيئة العمل الحقيقي كيف رح يكون نظرتنا لتطويره لاحقا. فهو أنت بدك تحط تصور مبدعي عن كيف النظام هذا رح يتطور. يعني مثلا أنت ممكن تقول أنه النظام حاليا اللي إحنا شغالين عليه بده يشتغل على ديسكتوب أبليكيشن في وان سايت. ممكن في المستقبل أنه هذا يكون ويب أبليكيشن سيرفز ملتبل سايت على سبيل المثال. ممكن يكون النظام فور سنجل يوزر يصير في مالتي يوزر انفيرمنت. فإنت بدك تحط كيف ممكن في المستقبل النظام هذا يعني بعد الريليس الأولى الريليس اللاحقة شول أمور اللي أنت ممكن تطور فيها بحيث تظهر النظام بصورة أكبر بوجه جديد. يواكب احتياجات المستخدمين المتغيرة. ممكن يكون شيء يرتبط في تطور الهارد وير. تقول إذا الهارد وير تطور إذا صار فيه عندنا كمبيوترات صرحاتها كذا وعليها ذاكرة كذا. ممكن إحنا نشتغل في النظام معين. ممكن تحكي عن تطورات التكنولوجيا تكون لو أنه مثلاً النتوارك اركتكتر لو كان فيه كذا رح نعمل كذا. يعني كيف أنت رح تطور النظام على بناء على التوقعات أو التغيرات المتوقعة في التكنولوجيا في احتياجات المستخدمين. وفي الهارد وير أو السوفت وير تكنولوجيا. أوكي هذا الأمر حبيت أوضحه للجميع. يعني أتمنى أنها تكون الأمور واضحة. مرة ثانية أذكر أنه المطلوب منكم تسلموا هذا الأسبوع اللي هو الاسبوع المقبل باقي الأجزاء. طبعاً يفضل أنه عشان يعني يكون الريبورت هيك كل متكامل. الأسبوع القادم تدمجتعات الأسبوع هذا مع الأسبوع الجاي. وتسلموهن في الريبورت واحد متكامل. تمنيات التوفيق وأسأل الله تعالى لكم جميعاً ولعائلاتكم السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.